وكان وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة البحرين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قد شارك في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية جاء ذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة في الدول العربية والوفودة المشاركة وبحضور سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوشيري المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجينيف والشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية وذلك بمدينة جينيف السويسرية وخلال أعمال الاجتماع تم استعراض مستجدات الموضوعات المطروحة للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية ومناقشة أبرز مخرجات البيان الوزاري العربي الذي عقد في أكتوبر 2021 بالإضافة إلى جملة من الموضوعات بهدف دعم الجهود المبذولة لتعزيز نظام التجاري العالمي متعدد الأطراف على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية اشتركوا في القناة